حدثت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة الثانية من ظهر الاثنين المقبل موعدا لإعنان نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر وذكرت الهيئة في بيان لها أنها لم تتلقى أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع ذلك خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية